الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد متى يحاسب الإنسان على أقواله وأفعاله؟ لا يحاسب الإنسان على أقواله وأفعاله إلا بعد البلوغ إلا بعد البلوغ قبل البلوغ ما على وجه حساب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفي الحيث الصحيح رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ يبقى قبل البلوغ ليس عليه حساب قبل البلوغ ليس عليه حساب تم متى يبلغ الإنسان؟ يبلغ الإنسان بأمر من ثلاثة الأولانية أنبت شعر خشن حول القبل والضبر لو أنبت شعرا أو نبت له شعر خشن حول القبل أو الضبر هذه علامة من علامات البلوغ ثانياً إنبلغ خمسة عشر سنة ثالثاً إذا نزل منه المنية يبقى علامات البلوغ ثلاثة علامات الأولى لو واحدة من الثلاثة ده مش شرط الثلاثة لا لو واحدة من الثلاثة إنبت شعر خشن حول القبل والضبر تاني حاجة بلوغ خمسة عشر سنة تاني حاجة أن يخرج منه المنية يزداد في أمر المرأة أمراً رابعاً وهو الحيط يبقى لو بدأت علامة من دول خلاص هذا معنى هذلك أن هذا الإنسان بلغ وبالتالي يجري عليه قالم الحسنات والسياد يبقى يجري عليه قالم السياد والحسنات إذا بلغ الإنسان طيب إذا كان البلوغ لا يحسب الإنسان على البلوغ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر الطفل أن يعلمه الصلاة لسبحه وأن يضربه عليه العشر وفي الغالب لسبع سنين والعشر سنين بيكون الإنسان بلغ الإنسان في الغالب بيبلغ بعد ذلك هو البلوغ بيختلف من مكان لمكان بيختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان طيب لي النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي الطفل أن يعلمه الصلاة لسبحه وأن يضربه عليه العشر وهو لن يحاسب هو لن يحاسب طالما أنه لم يبلغ العلماء رحمة الله عليهم بيقولوا اللي الطفل ليس كالآلة أصلا لو آلة تدوس عليها تشغلها تدوس عليها تبطلها لكن الطفل ليس كذلك الطفل ده لو ما تعودش على الصلاة من صغره من سبع سنين يبدأ يتعود أول ما يبدأ عشر سنين خلاص لو ترك الصلاة يضرب عليها ويعنف عليها وخلي باك الضرب هنا ضرب مؤدب مش ضرب يعني ضرب شديد لا ضرب مؤدب حتى يصل فهو الطفل ده لو ما تعودش على الصلاة وهو عنده سبع سنين وعشر سنين أول ما يبلغ مش آله هو هتدوس عليه صلي تدوس عليه خلاص يبطل الصلاة لو بلغ ولم يتعود على الصلاة من صغره يجي لك عندما أول ما يبلغ اربعة سنة وخمس سنة تقول له صلي مرة يصلي مرة يكسل مرة مش عايف يقول مرة توع والدة مرة ميتوعش ليه لأنه متعودش عليها من الصغر فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم نعم هو لن يحاسب على الصلاة وعنده سبع سنين ولن يحاسب على الصلاة وهو ابن عشر السنين نعم لكن إذا بلغ وهو معتاد على الصلاة سهل عليه أن يواضب على الصلاة ويحافظ على الصلاة وخلي بالك دايما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخص الموضوع ده بالصلاة بالصلاة موضوع التأديب ولي الأمر لولده بالصلاة لأن الصلاة أكاد الفروض أنت عندك أركان الإسلام خمس أركان الإسلام خمس طبعا التوحيد ده الأساس الزكاة مش كل الناس عليها زكاة الصوم يسقط بالمرض لكن الصلاة ما تسقطش بالمرض الصوم يسقط إذا بلغ الإنسان من الكبري عتي الصلاة ما تسقطش الحج يسقط إذا لم يكن الإنسان مؤنى للحج إلى بيت الله الحرام أما الصلاة فلا تسقط فلذا حس الإسلام ولي الأمر الطفل أن يعوده على الصلاة لكن قلم البلوغ لكن قلم الحساب لن يجري على الطفل إلا بعد البلوغ أبن البلوغ ليس عليه شيء لكن ينبغي لولي الأمر أن يحاسب الطفل ونعم لن يحاسب أمر الله عز وجل على أعماله من حسنات أو من سياة إلا بعد أن يبلغ لكن ينبغي لأولياء الأمور أن يعودوا أولادهم الصلاة حتى إذا ما بلغوا وجاءوا بسن البلوغ كانت الصلاة عليهم سهلة ميصورة وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم